السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش هتكونوا آخر مرة نقول لكم السلام عليكم في رمضان لأن السلام هيفضل ماشي معنا ويفضل عايش معنا وهتفضل أنوار رمضان والسلام رمضان عايش معنا احنا النهاردة آخر يوم لنا في رمضان وآخر يوم بيبقى دايما مليان بالبركات احنا دايما متعودين مع مولانا سبحانه وتعالى انه ويعطي في آخر ما لا يعطيه في غير ذلك يعطيه أكثر مما يعطي في أثناء الشهر فاحنا منتظرين نفحات مولانا ويبشير مولانا سبحانه وتعالى وديت من الخمسة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان انه سبحانه وتعالى يعتق في آخر ليلة من رمضان مثل ما أعتق في كل ليلة من رمضان ويجزي العطاء في آخر اليوم في رمضان لأنه سبحانه وتعالى أخبرنا صلى الله عليه وسلم لما سألوه هل دي ليه اللي تقدر قال لا بل والأجير يعطى أجره عند انقضائه عمله فيارب يجعلنا من هؤلاء شهر رمضان خلاص احنا في آخر يوم منه وشهر رمضان بيفكر كل واحد فينا ايه اللي عمله و ايه اللي حصله ولذلك وصلنا لإيه وعملنا ايه في الأيام اللي فاتت وعلى عبادتنا كانت كافية واللي أصرنا وكأننا قاعدين مترقبين النتيجة عشان كده هنتكلم عن آخر سلام وآخر سلام دوات سلام مختوم بختم رمضان سلام مهم او سلام رمضان وسلام ما نقدرش نخلق من رمضان من غيره والسلام دوات هو اللي يخلينا نكمل ونختم به ثلث الميلاد الجديد وهو السلام اللي هو دايما قرين الصيام اكيد انتوا عرفتوا السلام ده ايه وهو ده السلام اللي يخلينا نفضل سابتين وراسخين وهو ده السلام اللي يخلينا نفضل مكملين ومحدش فينا ينتكس بعد رمضان أبدا السلام ده هو سلام إيه؟ هو سلام الصبر كتير مننا بيقول عبارة نفسي أغمض عيني وفتحها ألا إيني عملت كذا وكذا وحصلت كذا وكذا على قد ما هي تعبير بيبين شدة التمني للشيء لكن كمان بتعبر عن شيء من النقص في سلام النهاردة وهو سلام الصبر يا سادة الصبر عندنا واضح أنا أسف يعني واضح أنه أقل شوي وبقينا نستعجل النتائج واستعجل النتائج خلينا أقول لكم بس عشان بس نباين في استعجل النتائج في ناس كتير تقول لك ربنا سبحانه وتعالى ناسيني أنا أسف تعالى الله عن ذلك علوا كبير وما كان ربك نسي لكن إيه اللي حاصل بيستعجلوا إجابة الدعاء وبيستعجلوا النتائج فاستعجل النتائج بيصيب الواحد مننا بالتوتر وفي بعض الأحيان بيصيبوا بالإحباط والاكتئاب فاسأل نفسك هو أنت مستعجل ليه الاستعجل ده وتخلي بالكم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نخلب أنا من الاستعجل ده لأن الاستعجل ده في حد اللي بيحركنا في الاستعجل لأن كل ما استعجلت كل ما تمسكك بيقينك وتمسكك بالله سبحانه وتعالى وتمسكك بما بينك وبين الله بيقل وتحس وكأنك أنت مش مستقمن ربنا على رزقك هل أنت هتكون أكرم وأحن من ربنا على مين عليك أنت هل أنت أحن من ربنا عليك ده شيء لازم نجدد إيماننا الله أحن علينا وأحب وألطب بينا وأكثر محبة لنا من أنفسنا لأنه هو سبحانه وتعالى اللي قسم الأرزاق وهو اللي قدره منذ خلقنا فهو الله سبحانه وتعالى اللي قلنا كل شيء عنده بمقدار 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 عشان ما نضعش بمقدار عشان يعالجنا بمقدار عشان يربينا بمقدار عشان نترقى بمقدار عشان نحبه بمقدار عشان نتعلق به بمقدار عشان بصرتنا تنور بمقدار عشان نكون من أهل الحكمة بمقدار عشان نحب ربنا حبا صادقا في ناس صاغوا لينا حكمة جميلة بتقول الكنز في الرحلة الكنز الحقيقي في ان احنا نرحل والرحلة هي النور والرحلة هي الحياة فالعبرة عندنا مش بالنتيجة وانك توصل ليه لخطتك اللي انت حطتها فاكر ان فيها ساعتك لكن المهم رحلة سيرك في الحياة وعيشتك عتكون ازاي وتعلمت منها ايه لان الرزق هيجيلك هيجيلك هارف انت لو هربت من الرزق لن تموت نفس حتى تسوفي رزقه واجله لن يكون ابدا احد يستطيع ان يمنعك من رزقك رزقك يبحث عنك في اي مكان لان الله سبحانه وتعالى مادام قدره لك سيصل اليك فالله يتاقن ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ويعرف ان الله سبحانه وتعالى ما زال يتودد اليه والله سبحانه وتعالى ينظر اليه اللي هيتاقن ان الله سبحانه وتعالى بيحبه الحب ده وانه هو ربنا سبحانه وتعالى يسارع في اعطاءه مراده قبل طلبه فيحق لو مراده افضل منه ولكن اكثر الناس لا يعلموه بس احنا للأسف لما مش بنعرف الحقيق دي بتكون النتيجة اننا نحاسب ربنا على هوانا ونسأله ليه محققاش دينا اللي احنا عايزينه ولا عايزه بالله وهي سوال في الحقيقة يبدو للانسان ان هو ده من حقه بس هو مش من حقه احنا اوقات بنتدلل على الله زي بنتدلل على الناس اقولك ساعات كتيرة خلينا نوقف هنا شوية وقولك حاجة ساعات كتيرة بنتعامل مع ربنا زي بنتعامل مع ابائنا وامهاتنا بنتدلع عليهم بنتدلع عليهم يعني ايه بنحس ان احنا لينا حق عليهم اصلحنا اللي خلناهم اباء فلازم يدونا بعض الناس بيتعاملوا مع ربنا اصلحنا اللي خلنا ربنا لا 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 استغفر الله العظيم الله ليس في حاجة إلينا وليس في حاجة لخلقي فمحدش يتذلل لكن لازم نعرف أن الله سبحانه وتعالى يتعامل معاك بما يصلحك سبحانه وتعالى فهو ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معك بما يصلحك فاللي انت في ده الله سبحانه وتعالى بيقولك أنه هو سبحانه وتعالى ما حقق لكش مرادك هل هو نفسه يعلم مراده ويعلم مراده التي يصلحك ولا لا ربنا هو العالم هو اللي علم عننا كل شيء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلو عرفنا ده هنبتدي نصبر ونهدى لأن إيه اللي حصل الله يدبر الأمر والله سبحانه وتعالى كل شيء نعنده بمقدار والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده والله سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخف وعشان كده حضرت النبي علمنا ان احنا منستعجلش حتى ولو في اشد الظروف صعوبة في قصة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من اروع ما يكون قصة رسول الله سلم قالها لصحابي في ظرف صعب والظرف ده كان مهم ان احنا نتعلم فيه درس عدم الاستعجال ودرس كمان ان احنا لازم نتحلى لان الصبر مش صبر مش مر الصبر هو اللي بيخلينا نشوف حلاوة تودد ربنا سبحانه وتعالى وتدبيره لنا عندما نتنور بعنوار الحكمة ايه القصة دي وازاي نقرأها ده اللي عنا عرفه ولكن بعد الفاصل موسيقى رجعنا لحضرتكم مع سلام الصبر ليه سلام الصبر لان احنا مش شايفين اللي جاي صعب لكن شايفين اللي جاي رائع لابد ان احنا نصمد ونتحمل الانوار اللي فيه احنا بنصبر عشان الانوار الشديدة العظيمة اللي عتكون تفيض علينا بعد رمضان وعشان كده كان معانا قصة مهمة جدا جدا حضرة النبي بيعلم الصعابة فيها ازاي وجه الصعوبات وازاي يفضلوا عندهم رسوخ وصمود امام كل المشكلات سيدنا خباب بن قرد بيقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردته بردتا له في ظل الكعبة طب في ظل الكعبة ايه عشان ما حدش يقول ده مستخبي لا ده قاعد بينتظر القوم يقابلهم ومتعرضه عشان يقابل الناس اللي جايين يسألوا على الدعوة فهو حضرة النبي متعرض زيه زي باقي الصحابة للمخاطر فقلنا ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من كان قبلكم يأخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعلوا فيها فيجاءوا بالمنشار فيوضعوا على رأسه فيجعلوا نصفين الرجل يتقسم نصين وقعدين يحصل ايه ويمشطوا بأمشاط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظم المنظر صعب جدا 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 ده بليه حضرت النبي بقولوا كده للصحابة بيقولهم مش عشان يقولهم انتو مش جمدين لكن بيقولهم ماذا بيقولهم ان في حاجات جواكم في قلوبكم معنى في قلوبكم ممكن يخليكم تتحملوا كل ده زي ما الناس اللي قابلكم تتحملوا انتو قادرين تتحملوا ده فحضرت النبي يكمل معهم الكلام ويقول له فما يصده ذلك عن دينه والله شوف بقى البشر ان انتو قادرين واتوصلوا انتو مش هيوصل حد تاني انتو فيكم معنى الصبر ده يخرك فيكم احسن ما فيكم والله لا يتمنا الله هذا الامر حتى يسير الراكب حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على الغنم ولكنكم تستعجلون هيطلع نور من قلوبكم واتصبروا واتتمسكوا واترسخوا ويتحقق فيهم قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت هتصبتوا واتصبروا وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بشر الصابرين وقال عنهم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فهتخاف لي ما هو ربنا سبحانه وتعالى بشرك بفضل وكرم وكفية ان الله سبحانه وتعالى قال والله يحب الصابرين انا يا ربنا يحبني لو صبرت الله على دي عطيه وعشان كده حضرت النبي علمنا كمان وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر الله وده ليه وده انه الصبر دوت هو اللي بيخلي الانوار تتضاعف ويخلي الواحد يستمر مش احنا شايفين ان مولانا سبحانه وتعالى يقول حضرت النبي يقول عن مولانا احب العمل الى الله ادوامه وانقل اديمون من شتيك غير بالصبر وعشان كده ده اللي فهمه اهل الحكمة واهل الله فصغوه في جملة بديعة بنقولها دايما بنقول ايه الصبرين بخير يعني الصبرين في سعة تعيش بسلام الصبر الا لما تخليك مع الله بتدور على الوصل دايما مش الوصول ومش النتيجة وما تتعملش مع الله ومع الله وخاصة في الباقي من رمضان على انه فرصة اخيرة لا فرصة اخيرة ده باب مفتوح ما تعملش معاه لانه فرصة اخيرة عاوز تتحق تتحقق فيها اعلى النتائج ولكن تعامل معاه على انه لقاء فاذا خرقت منه فبكيت على اللقاء فانت فانت ما زلت تبكي على لقاء الحبيب وانت بين يدي الحبيب المسألة مش مسألة فراء ولكن دي دواعي الاشواق هذا بكاء العشقين المشتقين اللي هم بيقولوا ايه مكتوب كده ليهم شعار حلو قوي وتبكيكم عيني وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي عشان كده افضل تدريب ممكن يدربك على الصبر اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الصيام اللي احنا بنعمله طول الأيام اللي فاتت دي فاطمئن اللي حصل لك انت جواك دوت وانت بتصوم خلك مؤهل اللي انت تصبر فانت بتصبر على الامتنع من الطعام والشراب عشان تتعلم انك تقدر تتخلى عن اي شيء حتى الاشياء اللي انت بتصغر ان انت بتقدر تشعر بيها حياتك انت بتقول ان احنا منعيشك عشان لقم تلعيش اي رقم تلعيش ما بتقول هاش لكن بتحيق بتعيش بمين بالله وحياتك هتستقيم طالما ربنا سبحانه وتعالى بيمدك بمدده وربنا ما اجعلش الصيام دائم عشان تعرف ان اخر الصبر جبر وفرج فالحمد لله على درس الصوم والدرس الحمد لله على درس الصبر الصبر يا سيدي بيخلي الواحد حاسس ان كل حاجة ممكن تهون الا البعد عن من الا البعد عن الحبيب الاجل سبحانه وتعالى وعشان كده تعالوا نجرب مع بعض تجربة العيش بسلام الصبر خلينا نقول في شهر رمضان اللي بيكتر فيه الصدقات واعمالك خير فمع كل صدقة وكل خدمة انت بتعملها ايه لا حاصل خليك ما تبقاش حريص ان انت تسمع كلمة الشكر بس خليك حريص ان انت تقبل على الله وتقول له يا رب ارضيت عني يا رب ارأيت انني مشتاقن اليك مشتاقن الي ان تعرف انني احبك فتزود دواعي الشوق في قلبك عشان تبقى مركز دايما على معاملتك مع الله ولا تنتظر النتائج ونتيجة المعاملة دي هتكون ايه تاني حاجة انت لازم تعملها عشان تزيد الصبر عندك ما تحاولش بقدر الامكان ان انت وبتعمل الحاجة تفضل تتابع الوقت تتابع الوقت ولي زيك من حاجات اللي بتباوز الصبر عند الناس متابعة اللايكات ومتابعة الحاجات اللي موجودة على السوشيال ميديا ما شو احنا سألنا ليه الصبر قال لي عند الناس مستنين كل لايك مستنين كذا فالناس بقى صبرها قليل لكن انت حاول تقضي وقت في خدمة كبار السن سواء من اهلك او من جيرانك او في دور المسنين وتتعامل معهم بان الصبر ده وتتعلم منهم الصبر والحكمة وتتعامل معهم بصبر والحكمة فتدخل في دورة داية الصبر والحكمة لأن من اكتر الحاجات اللي توصل للحكمة الصبر تالت حاجة كل يوم بعد كل طاعة تعملها سواء صلاة او قراءة قرآن او اي طاعة اخرى خليك تناجي الله سبحانه وتعالى تناجي الله سبحانه وتقول له يا رب اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعني يا رب من الصابرين ويا سلام بقى لو قلت دعاء الوصول لسلام الصبر وتقول لي مولاك ماذا؟ يا سلام افرغ علي صبرا حتى لا اتعجل ما اخرته ولا استبطئ ما عجلته وانر بصيرتي حتى ارفض لك وكرمك علي فيما اعطيت وفيما منعت وفيما بسطت وفيما قبطت وفيما فتحت وفيما طلبت مني ان اطرق فيه الابواب اللهم يا من جعلت الصبر بابا من ابواب النظر وبابا من ابواب شراب شهدي الصدقي اسألك ان تجعلني صادقا صابرا وان تجعلني في زمرة الصابرين وان تجعلني مع الصادقين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اللهم اني اسألك ان تكتب لي ثواب الصابرين في كل عمل وفي كل وقت وحين يا رب العالمين يا سادة احكونا تجاربكم مع سلام الصبر اظن هتكون تجارب كلها مليانة نور ومليانة مدد ومليانة فتح ومليانة كمان رجولة اللي عايز يدخل في قولي تعالى رجال صدقوا مع عدو الله عليه يلا يمشي في طريق الصبر ويدوق سلام الصبر عشان ندوق حلاوة الرجولة والإيمان والصمود والبقاء في حضرة مولانا يا مدنا بمدده يا رب امدنا بمددك يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضرتكم ونتلقى سئلاتكم المباركة ونجيب عليها بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صوحة بالنامج ولا تعسروا اللي بقت خلاص مليئة بأنوار حضرتكم وانتوا بتتواصلوا معنا عشان نتواصل مع تجاربكم عن الصبر والنهار دا كان تجربة مهمة جدا جدا وهي تجربة سلام الصبر وانشاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا ان احنا نكون مع بعض كل واحد فينا نكون باب من أبواب وتعاونوا على البر والتقو وكمان بنتلقى عليها أسئلتكم بنخصص لها وقت ونجيب عليها وتعالوا ناخد أول اتصال النهار دا من أستاذ أحمد من اليوبية أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وحضرتكم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حضراتكم وفريق العمل وجعل الله هذا العلم والعمل من جانب فريق العمل والعلم من جانب حضراتكم سويا في ميزان حسناتكم وجذاكم الله عنه كل خير يا رب ان شاء الله وأنا وأنتم وستاذ المشاهد يا رب اتفضل يا استاذ أحمد محضرتكم أحمد عروج أرض الجنينة غير بشبرة خيمة آه لما ساهم استاذ أحمد أحمد يا دكتور حضرتك بس أعايز السؤال بخصوص صيام اللي بمتعرف عليه الستة البيض اللي هما يعقبوا الأول من اللي هما الستة من شوال آه الستة التي تعقب الأول من شوال اللي هعايز الفطر المبارك نعم عايز أعرف حضرتك هل يمكن سيامهم متصل أم يمكن مفصل حاضر يا جاوب على حضرتك استاذ أحمد سيام الستة من شوال احنا الأساس عندنا بنبقى عندنا دايما بنفهم النصوص البراجة دا نعلمه الأولادنا في فهم النص أن النص عندنا أن العام يعم والخاص يخص فإذا كان الحديث مطلقا لا نقيده إذا كان عاما لا نخصصه هذا يحتاج إلى دليل وهذا يحتاج إلى دليل فلما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال لم يقل ستة متعاقبة ولم يكن التعاقب دا في الشريعة في الغالب بيكون نوع من أنواع التهذيب وإحنا في ستة من شوال بنذهب إلى التقريب يعني هذا من باب القربة هذا من باب النفل فما فوش التضييق اللي موجود فين اللي موجود في التهذيب الذي في المتابعة اللي في العقوبة ولذلك الستة من شوال يمكن أن تصوم حضرتك أي تصوم يوم واحد وعشرة وخمستاشر وستاشر وبعدين ترجع تاني تصوم يوم عشرين فيجوز تصيامهم مفرقات لأن المطلوب أن أنت توقع صيام ستة أيام في شوال فقط وليس المقصود بالترتيب والناس من عادتهم أنهم بيصومون بالترتيب عشان ما يزنقوش فجرت العادة أن الناس مشاعرهم بتبقى ذهب أنهم يصومون في أول الشهر لكن هو ليس معنى ذلك أنه لابد أنهم يكونوا في أول الشهر وليس لابد كمان أن يكونوا متتاليين وهذا ليس من قبيل التفريق ولكن هذا مقتضى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى يجوز أننا نصومهم متفارقين ويجوز أننا نصومهم كمان مش في أول شهر وربنا يتقبل إن شاء الله منكم صالح العمال وكل سنة وحضركم طيبين وأيامكم سعادة وهنى وفتح وبركة ونور وتوفيقه سداد وخلونا أتكلم معاكم في 30 ثانية كده عن أن إحنا لما بنيجي نخرج من رمضان ليه بنهاني نفسنا أننا حبيبنا لسه ماشي حسنا حبيبنا ما ميمشوش إحنا رمضان خلاص عاش فينا رمضان جير في دماغنا رمضان الأنفاس اللي إحنا تنفسناها في الأيام والليالي في رمضان اختلطت بالأكل والشرب واختلطت بنفسنا فرمضان خلاص بأجوانا خير الناس من لم يودع رمضان ولكن أودع رمضان في قلبه خير الناس من عاش رمضان وعاش رمضان فيه وليس من مر عليه رمضان رمضان لا يمر علينا ولكن يعيش فينا كما نحن عشنا فيه كان من الإحسان أننا عندما عشنا في رمضان أن يعيش رمضان فينا فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فالحمد لله على أن رمضان سيعيش فينا وهذا من بشرانا أن يكون في يبشرنا بالميلاد الجديد أن يكون العيد ونحتفل بالمولود الجديد بميلاد قلوبنا إن شاء الله معنا الأستاذة سامية حضرتك يا فند أهلا وسهلا أستاذة سامية أهلا بك يا فند الله يكرمك تفضل يا فند حضرتك بصنا دلوقتي في مشكلة فباباهم كان بيتخانئ مع ابنه ابني في الشغل باباهم ده اللي هو جوزك أيوة طيب أنا فهم بس أنا بيتعكد بس إن لسه لسه الزوجية قائمة فضل يا فند فكان بيتخانئ معهم بعدين مع ابنه بس كده هو في الشغل وبيت فالمهم بيقوله كده أنت فين ومش عارف قال أنا بيت في الشغل فحصلت مشاربة كده بينهم فقال له طب لازم تيجي دلوقتي إذا لو ما جدش تبقى أم اقتالي طيب فسؤال حضرتك على إيه حكم الكلام اللي هو قاله ده إيه فسؤال حضرتك إيه حكم الكلام اللي هو قاله ده صح ما أنا مش عارفة هو دلوقتي هو وابنه أنا زنب أنا إيه والله وأنا والله أنت حندك حق أنا مش عارف والله الرجالة ما لها إيه اللي جرارها أنت زنبك إيه فخلينا أكلمه حاضر بوسي حاجة سامي أنت ملكي الزنب واللي بيعمله دوت كلام ما يصحش وقد يصل بيه إلى الحرام اللي هو بيفعله ده أنه يتلاعب بمسألة الأسرة ويتلاعب بالطلاق وده مش من حق أما مسألة إيه حكم اللي هو قاله ده يتصل بي لأنه ما ينفعش أو يتصل بمئة وسبعة فضل للإفتاق المصرية ليه طيب لأنه ما ينفعش في مسألة الطلاق أنه نفتي حد غير للشخص اللي هو تلفز بلفز الطلاق مش هنقول طلق اللي تلفز بلفز الطلاق لأنه إحنا عندنا جملة من التحققات بنتحقق بيها من الزوج عشان نعرف هل الطلاق وقع أو لم يقع نعم أستاذ آدم يتفضل وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورطا حيك طيب فضل ونعم التكناز عاك من أسبوع وكلمتك بخصولنا هنحن تجاوز واحد أجنبية وعايزة أسلم عاك قلت لنا ترجلنا في الكتار اللي يفتاق ونتشجر يفتاق قلتك في المشيخ المشيخ تمام بعد إذنك بس هو الوقت بياخد قد إيه لما نطلع على الإشارة عشان نتجاوز على عيد مأزون أنا معرفش يعني بس اللي أنا أعرفه أنه هو أمره بسرعة ومش بيتأخرش كتير لأنه كل الأحيان في حاجة معينة بدخل أسأل مثلاً كثم معين بسأل عليه إنت عليك بتدخل بتدخل بتروح بدل هي غير مصرية بتروح المشيخة في مقر نعم فتدخل المشيخة على يمينك على يمينك في الدور الأول هتلاقي مكتب إشار الإسلام وما فيخدش وقت يعني المسألة كلها مع غير مصرية مسألة بتكون سهلة بس هي تكون مع أوراقها الوثقية والمسألة تكون سهلة إن شاء الله ومش هتأخذ وقت طويل وربنا إن شاء الله يتمي لكم بخير ويبارك لكم إن شاء الله أستاذ ممتازي تفضل فضل ونعمة الحمد لله وأستاذ ممتازي أنا أديك الصعب حضرتك أنا كنت في فرمولان دور كنت تتأمت في لوقت يعني إن أنا أخذت مني مكر من البنطلون معلش بعد إذن حضرتك تاني كده ووحدة ووحدة لأنني سوط حضرتك ما كانتش واضح أه حضرتك أنا كنت حاطت فلوس في جير دي يعني بتاع اللي أنا أخذت اللي أنا أخذت فلوس في البنطلون فأنا بس قالها بقول لها الفلوس راحت فيه وابتاع فقالت لها ما أعرفش فها كانت قبل كده بلو كانت بتاخد مبلغ يعني على قد مصروف اللي بتروح تجيب بها الحاجات يعني وابتاعها طب فين السؤال هذا كانت اتهمتها بقى وابتاعه وبعدين حلفت وابتاعها والله أنت اللي وحداهم وبعد كده ببعض في البنطلون تاني لقيت الفلوس فأنا كده درتت ليه كفارة ولا أنت عليك تلت حاجات أول حاجة تعتذر لها وتبوز دماغها وتقول لها عشان الكلام ده يروح من زاكرتها ولازم تكتهد أن أنت تروح من زاكرتها لأن أنت اتهمتها والستات الشريفات بولاد الناس بيتدايوا أول أن حد يتهمهم في الفلوس دي وتقول لك فلوس إيه اللي معرفش إيه فأول واجب عليك تطيب خطرها أول واجب قبل أي حاجة تانية فتواجب عليك أن أنت تطيب خطرها حاجة تانية أنت الفلوس دي أنت قلت حلفت قلت إيه قلت لها والله أنت لوغداهم بعد فترة يعني كده بلحيت الفلوس في جيب خلاص يبقى أنت حضرتك عتطعم عشرة مساكين كمان يبقى أنت كمان عالطيب خطرة وتعمل عشرة مساكين عشرة مساكين الكلام اللي أنت قلت لها ده قلت لها قدام العيال لو قلت لها قدام العيال برضو تعتذر لها قدام العيال عشان العيال تتعودوا أن أنت بتحفز كلامة أمهم وأن أنت بتحترمها وبتحبها نعم مين معنا يبقى يا أستاذ أستاذ عبد الحميد يتفضل هلو تفضل يا أستاذ عبد الحميد سلام عليكم عليكم سلام عليكم تفضل يا أستاذ عبد الحميد لو سمعت أنا كنت عايز أسهل على الزكاة الشرعي قدي يعني مثلاً مولود عنده سنة أو أقل من سنة وبالنسبة للأب والأم معلومات كله يدفع 35 جنيه للفرض كل فرض 35 جنيه لأن إحنا عندنا العبرة بالشخص الحي الشخص حتى لو تولد قبل غروب شمس آخر يوم خلاص واجبت عليه الزكاة واجبت عليه الزكاة طب يا فندم دلوقتي في حالة مريضة في موضوع حالة مريضة هل يجوز أننا أطلع الزكاة بي آه طبعاً عندما بتقول حالة مريضة بتقول حالة مريضة وي محتاجة هل يجوز أننا ندينا الزكاة يلا تضيعه وإن شاء الله ربنا يبارك لك وإن شاء الله يوسع عليك يا سيتي اللهم أمين أنا وأنت والمسلمين جميع يا رب إن شاء الله كل العاملين بالقناة بخير وبصحة وبسلامة يا رب نيجي عن رمضان بخير وبسلامة عن الناس كلها عارف أستاذ عبد الحميد الدعوات دي الدعوات دي هي اللي بتخلي الواحد يحس بأنه المجهود اللي عمل وكله في رمضان الله سبحانه وتعالى نظر إليه بنظر المواد ده أنه يجي حد ويدعيله ويكون بطيبة حضرتك يا رب إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القولة ويتابعونا أحسنها يا رب العالمين نعم أستاذة مين أستاذة عنايات تتفضل أستاذة مين أستاذة عنايات أستاذة عنايات تتفضل السلام عليكم هتتكرم علي يا أستاذة عنايات وتعتني شوية وتوطينا التلفزيون شوية وتسمعينا من التلفزيون وتسمعينا في التلفزيون حاضر يا حضرت الشيف انا ازاك يا حضرت الشيف اتفضل يا فن عليه وساعة كاته بالوقت وجوزي حلف علي بالصلاة ان انا كنت بروح المعهد بحفظ القرآن وحلف علي بالصلاة ان انا مروحش احفظ القرآن ومعي ضرور طيب المشكلة ان هو لما حلف علي انا فعلش ازايا بخلص ان انا بروح المعهد طيب يبقى انت بتسألين دلوقتي هو حلف عليك ان انت تروح تحفظ القرآن فانت حلف علي ان انا مروحش نروح المعهد هذا تاني مروحوش هو حلف عليك ان انت ما تروحيش في المكان ده لكي تحفظ القرآن صح كده اوح فانت بتقولي دلوقتي انا عايز em re invisible مكان ده ونعمل ايه بقى صح كده ايو. وأنا عايز اروح المعهد تقول لي حفظك البيت وأنا عايز روح المعهد وهو حلف علي وانا مش عارس اعمليه وانا وقت من وراء إذا يعني نظق مثلاً من الحرام على لي ولا حاجة؟ استني بس ما تكبريش مسائل أنت السؤال دلوقتي علي ينفع روح من وراء مش لو روحت من وراء مش مسألة السؤال كده أنت بتحرقي مسافاتي يا أستاذة عنايات أنا أجاوب على حضرتك أجاوب على أسئلت حضرتك أنت تسألت أسئلها وأجاوبك عليها أول حاجة هو هل من حقه أنه يحرف عليك أن أنت ما تروحيش تتعليم من ده هو من حقه أنه يمنعك أن أنت تروح مكان لأسباب كتيرة ممكن يكون أسباب فيها خطر التفكير في المكان دوت مش كويس الناس هنا فيها أشياء من التطرف فهو لو عمل كده هو لازم يبين لك أول حاجة هو لازم يبين لك فهو لو أقسم عليك ما تروحيش بس في نفس الوقت تتعلمي تاني إذا أقسم عليك أن أنت ما تروحيش في المكان ده ما تروحيش عشان تحافظ على أسرتك وأن التعليم بقى مفتوح دلوقتي ومتسع وأماكنه كتيرة وأدواته كتيرة جدا 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 إذا دي أول حاجة تاني حاجة أنت بتسأليني هل يجوز أن هو يمنعني عن التعلم المنع عن التعلم لا لأجوز أنه يمنعك عن التعلم بس هو ما يمنعكش عن التعلم ومنعك من الروح للمكان ده ده واضح؟ إذا دي تاني حاجة تالت حاجة بقى أنت بتقولي لو روحت من طب ليه كده؟ ليه تروح من غير وراء؟ ليه تروح من وراء؟ عشان هو مش موافق؟ طب ما أنت هتعمل لي مشكلة أكتر من كده وتقول بعد كده تقولي تلبسيه أنه يا راجل بيكره الدين لا أنت دلوقتي بتعندي معاه فأنت لو بتسأليني عايزة تعمل لي إيه؟ روح يشوفي مكان تاني أو شوريه في مكان تاني قوليه أنا عايزة أتعلم أكيد هو بيمنعك لأنه هو إما فيه أو شايف أنه فيه تأثير في البيت أو شايف أن المكان ده مش مناسب ويعلموك التطرف أو شايف أي حاجة شايف أي حاجة معينة أحوتي معاه وتكلم معاه لقيت لقيت أن كلامه ده كلام فيه تعنو تقوى أي حاجة جي بحد من الأقارب حد من الناس يتكلم معاه ويحاول يفاهمه ويفاهمه أن أنت لو تعلمت الدين هيكون ده أحسن للبيت وأحسن للأسرة لكن ما تجيش أنت عايزة تروحي تتعلم الدين وتعمل مخالفة شرعية بأن أنت تروحي من وراه طب ما أنت كده بتسعي في خراب البيت لا أنا بقولك وحدة وحدة وده مش معناه كده أننا بنصره عليك ولا حاجة أنا بكلمك بس على أصول العيش بالمعروف في البيت يبقى إيه اللي حاصل يبقى نجيب حد يقنعه أن أنت تروحي تتعلمي لكن تروحي من وراه طب ما أنت روحي من وراه إيه اللي هيحصل البيت هيولع فلازم يبقى فيه عندنا حكمة وعندنا صبر عشان نقدر نتعامل معاه كل هذه المواقف نعم أستاذ إسراء أستاذ إسراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ إسراء إزاي حضرتك يا دكتور عمر كل سنوات طيب الحمد لله وحضرتك طيبة وإن شاء الله تكونوا في نعمة وفضل وأيام مباركات وعيد مبارك علينا عليكم إن شاء الله يا دكتور عمر بحضة حضرتك في الله وأسألك الدعاية يا دكتور عمر لي بصلاح حالي ربنا يصلح حالك ويسعمل عليك ويحمل عنك ويزيل أهمك يا رب ويفرق كربك ويجعلك إن شاء الله في الصالحات ويريح بالك إن شاء الله ويشرح صادرك بكل ما ينزله على قلوب الصالحين والأولياء والأبرار يا رب العالمين اللهم أمين وحب الصالحين ورست منهم لعل ترجوا من حولهم شفاعة يا رب يا رب كلنا كده كلنا دوتا يا رب ربنا يجعلنا مع الصالحين ويجعلنا في زمرتهم يا رب سؤالك يا أستاذ سراء سؤالي يا دكتور عمر لأن أنا صدرت في رمضان 12 يوم لعزر شرعي طيب ماشي طم 6 من شوان الأول ولا الـ 12 الأول طيب أنت بتسأليني سؤال أنا ممكن أجاوبك عليه طبعا أن أنت لو صمت وعايز رقم حضرتك الخاص يا دكتور عمر خدي من الكنترول على رأس من فوق على رأس من فوق أول حاجة أنت يا جوز دي كأن أنت تصومي أيام القضاء من عليك وكده يبقى أنت وفتي لو سأتصومي كل أيام القضاء اللي عليك بقى أنت صمت برضو الـ 6 من شوال يعني لو صمت كل أيام القضاء اللي عليك فيه شوال يبقى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك صيام الـ 6 من شوال تاني ليه؟ لأن إحنا عندنا هل صيام الـ 6 من شوال من جنس تحية المسجد يعني إيه من جنس تحية المسجد أنا لو دخلت رسول الله قال لا أجلسوا أحدكم إذا دخلتم المسجد لا أجلس إلا حتى يصلي فأنا دخلت أليتم USB صلوه صلاة المغرب بقى عشان إحنا خلال هل صلينا العصر ودخلنا عشان صلاة المغرب فأيه الله؟ دخلت أليتم بصلاة المغرب ف Movement فصليت معهم المغرب أنا علية تحية المسجد لا إياه صلاة المغرب هي تحية المسجد إيه ده؟ ةنين في واحد؟ أو مش تنين في واحد هو المطلوب إن انت تصلي أول ما تدخل المسجد فانت صليت عملت ده اللي احنا تعودنا على ان احنا طب انا لو دخلت المسجد ما معنديش صلاة وانا عاهده خلاص اقرأ القرآن وات له القرآن خلاص اصلي بقى ايه صلاة وتسمى تحية المسجد في تحية المسجد اذا انا اصلي تحية المسجد معناه ان انت ما تعودش غير لما تصلي سواء صليت فرض او صليت صلاة صلاة نفل اللي هي تحية المسجد ولا هي زي مثلا السنة سنة الظهر والدهر ما ينفعش حط سنة الظهر والدهر اللي تلمع بعض فأني واحدة من الاتنين قالوا لا العلماء قالوا ان صيام الستة من شوال من الجنس تحية المسجد يعني ايه لو انا صمت اي حاجة في شوال حتى لو صمت القضاء الايام اللي كانت عليها في شوال يبقى داخلين في صيام الستة من شوال يبقى ايزا احنا شايفين اذا الواحد صام اي صيام في شوال يحسب من صيام الستة من شوال وانت لو صمت الاثناشر يوم اللي عليك في شوال يبقى أنت صمتي صمت كمان ستة من شوال والزيادة إن شاء الله نعم أستاذ نبيلي تفضل السلام عليكم وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته وإنت طيب وبصحة وبسلام ومن تحب وكل أستاذ المشاهدين تفضل الله يخليك تعالي أسألك سؤال كده تفضل أنا عليا ابن محبوس وأنا ما بشتغلش هل الزكة اللي أنا أطلعه ممكن تنفع عليه هو عشان هو طالب حاجات كتيرة وكده بوس يا سيدي إذا كان هو من قبيل الفقراء والمساكين لا لكن هو إفرد غارم لو غارم هتنفع تدينه هتنفع تدينه من ساهم الغارمين لكن مش هتنفع تدينه من ساهم الفقراء والمساكين لأن أنت كأنك بدأت تدفع الفلوس دين نفسك يبقى من ساهم الفقراء والمساكين لا ينفع عنه يدي الفرع الأصل اللي فرعه يعني الأب ما ينفعش يدي لابنه والناس وما ينفعش يدي وما ينفعش يدي كمان الفرع الأصله لأبوه أو لجده فعشان كده ما ينفعش تدينه من إيه من ساهم الفقراء والمساكين ولكن لو كان هو عنده عنده فلوس هو غارم فيها ينفع تدينه فلوس ديت من ساهم الغارمين يا سادة أنا في الحقيقة في نهاية رمضان لا ما بحبش إن أنا أقول إن إحنا بيبقى عندنا ودع أنا بصراحة رحلة السلام السنة دي كانت على قلبي زي السلام فتحت لي أفاق كتيرة وقراءة كانت جديدة لي رمضان وباب جديد للدخول على الرحمن سبحانه وتعالى فكرة إن إحنا نخلي رمضان نبص عليه من مدخل السلام ما كانتش فكرة قد ما كانت حياة إحنا ما عاشنا مع بعض في ظل السلام وإزاي شفنا إن رمضان مش بس مدرسة بتعلمنا الصبر بس لا دي مدرسة بتعلمنا حياة كتيرة جدا بس بالسنة دي الحياة الكتيرة جدي كلها اللي تعلمناها تعلمناها ومكتوب عليها سلامنا هي حتى مطلع الفجر رمضان كله سلام السنة دي يا رب اجعلنا من أهل السلام وجعل قلوبنا مليانة بالسلام وجعلنا في حضرة السلام وافرق على قلوبنا يا رب من السلام وجعل قلوبنا تذوق شهد السلام وجعلنا يا ربنا أن نلقاك في كل حال نحن سمعنا أن رمضان فيه الصيام وفيه فإنه لي وأنا أجزي به فعلمنا أن الصيام لكي نكون لك وأنت إذا قبلناك يا مولانا كانت تحياتنا سلام تحياتهم يوم يلقونه سلام ونحن نسعد ونسألك أن تلقاك عند كل نفس من أنفاسنا وعند كل نظرة ننظر بها فنرى جمالك ونرى محبتك ونرى عينانيتك ونرى تدبيرك في حياتنا كلها نحن نعلم أننا سنلقى السلام لأننا سنلقاك في كل شيء ألا استمعنا يا ربنا ألا استمعنا يا سلام فنحن سندخل في سلامك ولن نخرج من رمضان ولكن نخرج برمضان نحن لن نخرج من رمضان صح أننا نخرج برمضان لما تكتبه لنا يا رب العالمين كاملاً غير منقوص ويكون هذا سراً بيننا وبينك أن يحيا فينا رمضان فيدخلنا عليك من كل أبواب السلام سام التعافي والصبر والبركة والنور والفتح والسرور وكم من فرحة ستكون في قلوبنا عندما نأتي إليك ونقبل عليك وأنت تفرح قلوبنا بأنك جعلت يوم الجائزة يوماً نفرح فيه ونعيش في سلام يا رب العالمين سنكون معك على الدوام ونكون في فرحة وفي سعد يا رب العالمين يا سادة ألف بركة وأرف نور كل عام وأنتم الخير كل عام وأنتم في النور كل عام ونحن غرقى في سلام من نحن في حضرته الآن كل عام وأنتم في فرح وعناء واسعوا على أنفسكم فأنتم في حضرة السلام الواسع أكرموا أولادكم وعيشوا في راحة وعيشوا في سعد فإن الله تكرم علينا وأكرمنا بشهر السلام ويكرمنا أيضاً بالعيد لنفرح وتهتف قلوبنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللهم يا سلام اجعلنا دائماً في سعد وسعة وسرور ونور وبركة وفرح وسرور وبهجة وإقبال وقبول يا ربنا يا غفور نسألك على الدوام أن تجعلنا من أهل الوصول إلى حضرتك وإلى كرمك وإلى بركتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اقبل منا رمضان واجعلنا نقبل عليك برمضان في كل زمان وفي كل مكان واغمس قلوبنا في أنوار الإيمان واجعلنا على الدوام من أهل الإحسان واجعلنا دائماً نغرق في أنوار نظرك إلينا وحنانك علينا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين